اشتركوا في القناة ولي العهد يطلع على اجراءات الحكومة بشأن تطورات المنطقة واستنفار في مؤسسات الدولة لمواجهة اي طار فريق التحقيق الاممي يبدأ نشاطه خارج دمشق ونذير الحرب على سوريا يشعل ردود الفعل العالمية نفترض عشان نحدد الاولويات يجب ان تكون هناك رؤية للدولة غياب خارطة للتنفيذ الحكومي يثير النقد النيابي لأولويات تعد في اللجان البرلمانية اتمنى من الحكومة الكويتية انها تتعامل مع انتخابات المجلس البلدي كما تعاملت مع انتخابات مجلس الامة اعتقد المجلس البلدي يعتبر من المجلس المهمة مجلس فني ومتخصص في باكورة ايام فتح باب الترشح 27 مرشحا على مضمار سباق الانتخابات البلدية نشرة الاخبار من الراي اهلا بكم ابرز التطورات في المنطقة والتدابير الكويتية لمواجهتها قضيتان شكلت محور لقاء جمع ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحث اللقاء اهم التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية واخر المستجدات التي تشهدها المنطقة وقد اطلع ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على اهم ما اتخذته الحكومة من تدابير واجراءات لازمة بهذا الشان وفي هذا الاطار من المقرر عقد اجتماعا استثنائي لمجلس الوزراء غدا للاطلاع على جهزية خطط الطوارئ الحكومية وتأهبا لأي طارئ عقد وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله اجتماعا مع قيادات الوزارة والطوارئ الطبية اطلع خلاله على استعدادات الوزارة وجاهزيتها لأي طارئ وعلم تلفزيون الراي أن مسؤولي الصحة أكدوا جاهزية المستودعات الطبية من أدوية وأجهزة مشيرين إلى استعداد بنك الدم والمخزون الاستراتيجي من جانب آخر شدد مسؤول المستشفيات على تأهب وتجهيز جميع أقسام الحوادث في المستشفيات لاستقبال الحالات كما أكد مسؤول الطوارئ الطبية والإسعافات جاهزية قطاع الطوارئ الطبية لكل طارئ وفي إطار التصريحات الحكومية المطمئنة على استعدادات البلاد لحالات الطوارئ قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إن مخزون السلع الاستراتيجية في البلاد لن يتأثر بأي أحداث إقليمية معلنا استعداد كافة قطاعات الوزارة بشكل كامل لمواجهة أي تقلبات في الأسواق المحلية خاصة في السلع الرئيسية وقد أعرب الصالح عقبة رؤوسه لاجتماع اللجنة العليا للطوارئ في الوزارة عن ارتياحه التام لحجم المخزون الخذائي والسلعي واستقرار أسعارها في الكويت في جديد الملف السوري ازدادت حدة تصريحات الدولية بعد أن توجه الفريق الأممي للتحقيق في مواقع تعرضت لهجوم بأسلحة كيميائية في منطقة خارج دمشق وفي أحدث التطورات قالت روسيا أنه يتحتم على مجلس الأمن انتظار تقرير مفتش الأسلحة بشأن استخدام الكيميائي في سوريا قبل دراسة الرد مشيرة على لسان وزير خارجياتها سيرجي لافروف إلى أن محاولة القيام بحل عسكري لن تؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة استقرار الوضع في سوريا والمنطقة وفي الموقف الإيراني حذر وزير الخارجية محمد جواد ضريف من أن أي مغامرة عسكرية غربية ضد سوريا ستشعل المنطقة وستفوق حدودها فيما قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي أن التدخل الأمريكي في سوريا سيكون بمثابة الكارثة التي ستحل على المنطقة بأسرها من جانبه دعا وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ إلى وقف إراقة الدماء في سوريا من خلال اعتماد مشروع قرار تدعمه بريطانيا يقضي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أن مفتش الأمم المتحدة يحتاجون لأربعة أيام اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل لإنهاء عملهم للتحقيق بشأن استخدام أسلحة كيميائية برلمانيا عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اجتماعا لبحث الأولويات التي ستقدمها إلى بجلس الأمة وبهذا الصدد انتقد عضو اللجنة النائب خليل عبدالله وضع أولويات من قبل اللجان البرلمانية في ظل غياب خارطة طريق حكومية لا تنص على آلية التنفيذ مشددا على أنه ليس من صلاحيات أعضاء اللجنة التدخل في عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية التعليمية وتعيين الكويتيين فيها مسألة أن تجتمع اللجنة لتحدد الأولويات وتقدم هذه الأولويات لمكتب المجلس حتى يتم التفاهم مع الحكومة بخصوص أولويات المجلس أنا لا زلت مصر على أن ما نقوم به هو عمل في نوع من العشوائية يفترض عشان نحدد الأولويات يجب أن تكون هناك رؤية للدولة وخطة واضحة المراسم أو خارطة طريق واضحة لتحقيق هذه الرؤية الآن إذا ما في خطة وما في رؤية نحط أولويات على إيش؟ ما المفروض الأولويات تساهم في تحقيق الأهداف لتحقيق الرؤية الكبرى للدولة ليس من حقنا نحن كأعضاء في مجلس الأمة أن نتدخل في عمل المؤسسات التعليمية في الجانب التنفيذي ما نملك هذا الحق ومسألة أن أنا عندي واحد ياهي بشهادة ما أدري منين وأبي أفرض على المؤسسات التعليمية هذا مو من حقنا وأصلا مو صحيح ما هي ممارسة سليمة وصحيحة خلال اجتماعاته التنسيقية بوكلاء القطاعات في وزارة الأشغال العامة أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم على تحسين الأداء وتطوير العمل والإشراف على المشاريع التنموية بصورة دقيقة للقضاء على السلبيات التي تعيق سير المشاريع وكلف الإبراهيم جميع القطاعات الفنية تابع الوزارة بعداد الخطة الخاصة بكل قطاع على حدة مدى ضمنة المشاريع الحالية ونسب الإنجاز ومدى مواكبة المشاريع لمواعيد التعقدية المتفق عليها مع الشركات المنفذة بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية لكل قطاع وأولويات الطرح وفقا للميزانية المتاحة للوزارة أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف أنه لن يسمح بأن يكون الميدان التعليمي والتربوي بيئة للإساءة مشددا على أن ما يصدر من بعض أعضاء الهيئة التدريسية لا يمثل الوزارة وتعتبر حالات فردية جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها الوزير إلى منطقة الفروانية التعليمية للوقوف على استعدادها لاستقبال العام الدراسي وقال الحجرف أن الفروانية تعتبر منطقة مكتظة بالطلبة حيث يوجد فيها 149 مدرسة وما يقارب 75 ألف طالب وطالبة ما يصدر من الفاظ أو ما يصدر من إساءات من البعض لا تنعكس على منظومتنا التعليمية ولا تمثل كل أبناء المنظومة التعليمية تبقى حالات فردية تتعامل معها على هذا الأساس وبالتالي مهم جدا أن يعرف الجميع عن تحصين الميدان التربوي والتعليمي من أي إسقاطات لا تخدم المنظومة التعليمية هذه مسؤوليتنا بالدرجة الأولى ما سمحنا ولا نسمح في مثل هذه أن تكون متواجدة في مدارسنا أو أن تعتقد أن المدارس قد تكون بيئة مناسبة لنشر مثل هذه الإساءات تقدم في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي 2013 27 مواطنا بأوراق ترشحهم إلى الإدارة العامة لشؤون الانتخابات وقد ركزت كلمات المرشحين على أهداف الترشح التي انطوت جميعها تحت لواء والشعار خدمة المواطن ربى بداح والتفاصل 27 مرشحا تقدموا بطلبات ترشيحهم رسميا لخوض غمار الانتخابات لمجلس بلدي جديد الدعوات للمشاركة في عملية الاقتراع وحث الناس عليها كانت سمة كلمات المرشحين كذلك التعريف بدور المجلس البلدي والغاية من الترشح لنيل عضويتها أتمنى اليوم في هذا العرس الديمقراطي وفي هذه الانتخابات المجلس البلدي أتمنى من الحكومة الكويتية أنها تتعامل مع انتخابات المجلس البلدي كما تعاملت مع انتخابات مجلس الأمة من خلال التقطية الإعلامية وأيضا من خلال حث الأخوة الناخبين المشاركة في انتخابات المجلس البلدي مشاكل رئيسية اللي نواجهها في الكويت منها يعني إذا نقدر نستعرضها بسرعة أم الهيمان مشكلة أسواق القرين مشكلة مدينة صباح الأحمد في تراخيص البناء محطة مشرف الكارثة البيئية اللي أثرت يعني العالم كلها في الإطارات وكذلك مشاكل النظافة يعني نلاحظ بعض المشاكل هذه الرئيسية تأثر على المواطن في شكل مباشر إذا أهمل دوره في التصويت في مجلس البلدي وإحنا كدورنا وهدفنا يعني يرسخ في حبنا للكويت وكجيل الحالي نتمنى أننا أيضا يعني نحط بصمة تثبت أننا حاولنا واجتهدنا وسنعمل يعني على عمل أفضل لمستقبل الكويت خدمة الوطن والمواطن شعار المرشحين في الدوائر العشر فكل مرشحين توقف مليا للحديث عن احتياجات دائرته على وجه الخصوص والكويت بالعموم أنا أعتقد المجلس البلدي يعتبر من المجالس المهمة مجلس فني ومتخصص ولدور رئيسي في تطوير البلد وتوفير الخدمات طبعا للمواطنين أعتقد المجلس البلدي قوته يكمن في قوة أعضاءه وتخصص أعضاءه بالإضافة إلى التعاون إن شاء الله بينهم اللي على ضوء يقدرون يتعاونون مع أو يحطون خطط والبرامج مع الوزير المختص لتنفيذه على مستوى البلد من أهم الأولويات أنا قاعد أتكلم لتهم المواطن قضية طبعا توفير الأراضي الإسكانية من خلال لجان المجلس البلدي كذلك أيضا لما نتكلم عن المواد الغذائية الفاسدة بما أن هي تهم صحة الإنسان ومن المقرر أن تستمر عملية التراشح لعضوية المجلس البلدي التي بدأت اليوم أن تستمر لعشرة أيام إلى السادس من سبتمبر المقبل رفا بداح الرأي شب حريق في أربع قسائم في منطقة الحساوي كانت تستغل كمسكن للعزاب واستغلت ساحاتها الداخلية لتخزين السجاد والإسفنج ومواد البناء وتحتوي كل قسيمة على الطابقين وشارك في مكافحة الحريق خمسة مراكز إطفاء وهي مركز جليب للشيوخ والسالمية والعرضية والإنقاذ الفني والإسناد وأسفرت مكافحة الحريق عن إصابات في صفوف رجال الإطفاء تلقت قرفة العمليات الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة بلاق بوجود حريق منجرة وعدد مخازن في بيوت عربي في منطقة الحساوي للأسف واجهت رجال الإطفاء صعوبة بالقة في الوصول لمكان الحادث حيث أن الشوارع ضيقة والتنظيم من عدم في هذه المنطقة نشوف النار للأسف ما نحن قادرين أن نوصلها بسبب سوء التنظيم الموجود في منطقة الحساوي خمس مراكز تعاملت مع الحادث بسبب تخزين كميات كبيرة من الاسفنج والمنجرة الخشب واجهنا الصعوبة في المكافحة لكن الحمد لله الحادث تحت السيطرة وتم احتوائه مناشدة لابد من النظر إلى منطقة الحساوي والنظر إلى تنظيمها لأن فعلا إيه يتسبب خطورة على السكان وكان فيه ناس محشورين لكن الحمد لله استطعنا أن نخرجهم نشرتنا متواصلة وفيها بعض الفاصل البورصة تغلق على انخفاض في مؤشراتها الثلاثة مجددا أهلا بكم متأثرا بالأوضاع في الشرق الأوسط استقر سعر برميل النفط الكويتي عند مستوى 107 دولارات و37 سنتا وتترقب أسواق النفط بكل حذر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة إذا أردت الفعل من بعض الدول الغربية حول الأزمة السورية واحتمال توجيه ضربة عسكرية لها في أي وقت ومن المحتمل جدا أن تتأثر الإمدادات النفطية إذا تم اتخاذ هذا القرار العسكري أغلق سوق الكويت للأوراق المالية على تراجع في مؤشراتها الثلاثة إذ سجل المؤشر السعرين خفاضا قدره 58 نقطة ليصل إلى 7707 نقاط فيما انخفض المؤشر الوزني بواقع 89 سنة ليغلقا عند 452 نقطة أما كويت 15 فتراجع بمقدار ثلاث نقاط ليسجل 1051 نقطة وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق حوالي 45 مليون ومائتي ألف دينار موزعة على 10 ألاف ومائة وتسعين صفقة أعلنت شركة كويت أنرجي عن اكتشاف النفطي جديد في بئر السالمية الثنين الواقع بمنطقة امتياز أبو سنان التي تعمل بها الشركة في الصحراء الغربية بجمهورية مصر العربية وقالت الشركة أنه تم اكتشاف النفط ضمن تكوين جيولوجي في أعماق البئر يعرف باسم تكوين خريطة موضحة أن الاختبارات المبدئية بيّنت وجود مكام نفطية قادرة على ضخ نحو 3530 برميل يوميا نشرتنا متواصلة فيها بعد الفاصل القادسية يظفر بكأس السوبر بعد فوزه على الكويت مجددا أهلا بكم توج القادسية بطلا لكأس السوبر الكويتي بعد فوزه على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جرى بينهما على أستاذ صباح السالم في أولى مسابقات موسم كرة القدم وكانت المبارات انتهت بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي وتمكن صالح الشيخ من تسجيل الهدف الأول القادسية في الدقيقة السابعة والتسعين وتعادل الكويت بهدف عبدالهاد الخميس في الدقيقة التاسعة والتسعين وحسم فهد الأنصاري اللقاء لصالح القادسية في الدقيقة العاشرة بعد المئة وختم الأهداف بدر المطوع في الدقيقة المئة وخمسة عشر يستعد متسابق الدراجات المائية يوسف العبد الرزاق لخوض أولى جولات بطولة العالم التي ستقام في مدينة فيفروني الإيطالية خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من سبتمبر المقبل وقال العبد الرزاق أن بطولة العالم والمكونة من أربع جولات ينظمها الاتحاد الأوروبي لرياضة البحرية لافتا إلى أنه متسابق الكويت الوحيد المشارك في هذه البطولة التي تقام بمشاركة نخبة متسابق الدراجات المائية في العالم يشارك منتخب الكويت للمبارزة للناشئين والأشبال بطولة غرب آسيا للعبة التي تنطلق في الأردن الجمعة المقبلة وتحتوي منافسات للرجال والسيدات لفئات العموم والناشئين والأشبال وقال رئيس الوفد الكويت المشارك في البطولة أن منتخب الكويت سيشارك أيضا في منافسات فئة العموم للرجال لنفس البطولة والتي تبدأ مسابقاتها في وقت لاحق على أن يغادر البلاد في الثالث من سبتمبر المقبل وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم ذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة